بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مقردر جبر المصفوفات ومع الجزء العاشر من الدرس الثاني والذي سوف نحل فيه مسألة لنظام أموجينيس متجانس فيها عدد المجاهيل أكثر من عدد المعادلات بواحدة أي أنه يوجد free variable واحد فقط في البداية نكتب هذا النظام الخطي على شكل مصفوفة نحول أن نضع هذه المصفوفة في reduced row echelon for الحمد لله العنصر الأول هنا واحد الآن نصفر الاثنين كيفه نضرب الصف الأول في سالب اثنين ثم نجمع الناتج على الصف الثاني سالب اثنين في سالب واحد موجب اثنين واحد ثلاثة سالب اثنين في سلاسة بسالب ستة موجب ثلاثة بسالب ثلاثة الآن نود أن نجعل هذا العنصر واحدا ماذا نفعل نقسم على ثلاثة فنضرب الصف الثاني في ثلث الآن نريد أن نصفر هذا العدد حتى تكون في reduced row echelon for ماذا نفعل نجمع الصفين معا نجمع اثنين على ار واحد فتنتج لنا المصفوفة الموسعة المغتزلة في الصورة reduced row echelon for التالي سالب واحد موجب ثلاثة اثنين كم عندي من المتغيرات ثلاث متغيرات كم عندي من المعادلات الغير صفرية والصف الغير صفرية بعد الاختزال اثنين يساوي واحد أي أن عندي free variable متغير حر واحد فقط وهو المتغير x3 نضع x3 يساوي t للتعويض في المعادلة الثانية الصف الثاني x2 ناقص x3 اللي هو t يساوي صفرا هذا يؤدي أن x2 تساوي t أيضا إذا عوضنا في المعادلة الأولى x1 زائد 2x3 اللي هي t يساوي صفر هذا يؤدي أن x1 يساوي سالب 2t ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر